رددوا معي بالروح بالروح نفتع عائشة بالروح نفتع عائشة سمعت الشيخ هاجو عندما أعرض الرواية أن ينفيها أو يثبتها وأنا لا أريد أن أعرض شروحك والله العظيم بل أريد أن أتبين الحقيقة فقط عندما يقول صاحب كتاب فتح المنعم فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاين لاشين هالجزء الخامس صفحة 622 هات القضية مباشرة انه يدخل عليها الغلام الايفع يدخل على السيد عائشة الغلام الايفع وكانت عائشة فرى ان ارضاعة الكبيرة يحرم وارضعت غلاما فعلا يعني اخرس 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 كفاكم كفاكم يعني الا هناك امر يمنعكم من ان تقعوا في عرض ام المؤمنين كفاكم عبدالله السلام عليكم يقول ويقسم انه لن يسوق شبهة ثم يأتي بشبهات في ام المؤمنين قطعت السنتكم نعم نعم وعرض في المتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 انه قال انه يدخل عليها الغلام الايثى وكانت عائشة رضي الله عنها ترى ان ارضاع الكبير يحرم وارضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها تال كانت عائشة ترضع شباب القريش هل يجوز ذلك ان تعطيهم الحليل من صدرها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ هذا دينك هذا دربك ذبح تفجير وقتل كفرت كل البرية عاد كافي ما تميل عايش بعمق البداوة وسكن بفكرك جهل لا عقل عندك وعندك جايز رضاع الرجل توب وتعقل بكتبك تأقل عاطل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي يجو ورهابي هذا ورهابي يجو ورهابي حبايا هاروي صاعد ونازل صاير رياضي حبايا هاروي صاير رياضي حبايا هاروي يجو ورهابي يعني مش يقولها انت كذا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله حياك الله وبيات أسألني لدينا عندنا سؤال تفضل نعم شيخنا الكريم في مسألة المرأة وما تكلمت عنها منه يجب احترامها ويجب تقديرها نعم ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني أل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ أنه عائشة في فتح الملعم وفي شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع ائفل على الكلب الرافضي هذا ائفل شيع رفضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها أطع الله لسانك قطع الله لسانك وضمر بنانك وأحرقت جسدك وأرى العالمين آية فيك أتتكلم في عرض الحبيب أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم أتتعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباء أتتعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها أتتعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عنه وأرضاه أتتعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء أتطعم في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أتطعم في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات أتطعم في التي حمل صورتها جبريل يريغى النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها أتطعم في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة أتطعم في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تنخل الشباب كذا أي للفاحشة عندها أسأل الله أن يحرق جسدك أسأل الله أن يدمر بنانك أسأل الله أن يمزق صفك أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك أتتكلم في عرض الحبيب أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد بحرف واحد اللهم اغفر لنا ما سمعنا اللهم اغفر لنا ما سمعنا اللهم اغفر لنا ما سمعنا المهم عود ترجمة نانسي قنقر